موسيقى 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 أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان بمناسبة عيد الأم بحب أتقدم لكل الأمهات بأحر التهاني وأجمل الأماني وخلينا أقول أنه أنتوا بطلات يعني في نظري في نظر المجتمع من زمان كان يعلمونا في المدرسة ويقولوا الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيبة الإعراقي كل سنة والتسالمات وهديات البال ربنا يحميكم ربنا يبارككم ربنا يعطيكم الصحة يملأكم بحضوره بسلامه بفرحه يغمركم بمحبته وتستمروا بالرسالة اللي بترفعوها وعلى فكرة أنتوا عم بتقدموا رسالة للمجتمع من حوالنا اليوم رح يكون حديثنا عن الأم المسيحية طبعا أو الأم الكتابية بحسب الكتاب المقدس وأنا بشجعكم أن تشاهدوا هذه الحلقة في أمهات اللي بيمروا في ظروف صعبة في أمهات اللي بيعانوا كل أنواع الضيقات والتحديات وفي أمهات عم بيصلوا أن الرب يعطيكم الرزق الصالح يعطيكم أطفال إحنا بدورنا منصلي في هذه الحلقة أن الرب يمنحكم الناس الصالح لكن في أمهات غير أمهات في أمهات ممكن يكون عندكم أولاد بس بعدين كل البعد عن الأمومة وفي أمهات اللي بيشاهدونا ما عندكم أولاد لكن عندكم روح الأمومة على فكرة الرب قيل عنه أنه عنده الأم أو قلب الأم روح الأمومة بغض النظر شو وضعك وين وصلت الرب حي الرب موجود يمكن افشلته ولكن اليوم بداية جديدة مرة تاني كل عام وإنتوا بألف خير وربنا يباركو رح أعود بعد هذا الفاصل حتى أقدم ضيف الحلقة موسيقى ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان الأم الكتابية أو الأم المسيحية يصر أن أستضيف مرة تانية مرة أخرى الأخت إليان عقيق مسعد الأخت إليان عندها خدمة متميزة خدمة تدأتها في لبنان من سنين عديدة وهذه الخدمة بعنوان أو باسم أنا امرأة وطبعا عندها خدمة تانية التي تتناسب وتتمشى مع نفس أسلوب الخدمة بعنوان ستة الحبايب خدمة إنسانية اجتماعية روحية تحاول تصل للمرأة تحاول تصل للأم تحاول تصل للأخوات خدمة تشجيعية خدمة بنائية خدمة إنه تعطيها تعطي المرأة تميز خاص تكتشف القيمة اللي الله أعدها لقلب المرأة أخت إليان مهما وصفت أو قدمت يعني يمكن مش كافة على الخدمة اللي بتقوم فيها على كل حال أهلا وسهلا فيك شكرا كتير على الاستضافة أسيس وبشكرك على الكلمات مش هلقد شكرا نورا بني باركك نحن عملنا حلقة من حوالي فترة وكان بعنوان المرأة طبعا ست الحبايب وعندك خدمة متميزة مع المرأة والشيء اللي لمسنا إنه خدمتك هي خدمة للكل بغض النظر شو الخلفية أو المرجعية لكل النساء بغض النظر لكن اللي محتاج مساعدة وهذا الدور اللي هو من خلال التدريب والرعاية اللي بتقوم فيه عيد الأم كل سنة وانت سالمة شكرا وربنا يباركك وربنا هيك يستخدمك تكملي تحملي المشعل والرسالة في كل مكان خليني في البداية الأم شو دور الأم المسيحية شكرا كتير على هالسؤال بالأم الحقيقة الأم هي أغلى شيء بالحياة صح الأم هي مصدر الحياة هي المصدر هي اللي بتهتم هي اللي بتربي هي اللي بتعتني هي اللي هي بالواجهة هيدا الأم وبهيدا المناسبة أنا فقت أمي من سنة ونص تقريبا كان كتير شيء صعب طبعا لكن اللي بعزي هو إنه بالسماء مع الرب يسوع هيدا اللي بعزي وأنا رح شوفها هيدا الرجاء المباركة اللي المسيحة أعطينا إيه إنه سنلتقي لكن ما بفقد لأكيد الأم ما بتتعوض ولا بأي شيء ولا بأي إنسان ولا بالأولاد ولا بالزوج الأم غالية جدا جدا فدور الأم دور عظيم أهم شيء وأول شيء هو الأم هي بتربي وهيدا شيء كتير كبير هي كلمة صغيرة لكن فيها معاني كتير وفيها مسؤوليات فيها سنين فيها ليالي فيها تحديات مية بالمية مية بالمية بقول مثل ما بيربع جسم لايفنا جسم وهيدا حقيقة الأم بتربي ولادها وهي بتفنم مثل الشمعة دائما بمسلوها مثل الشمعة حقيقة لأنه بتحط كل شيء عندها طبعا هيدا الأم الصالحة ومثل ما ذكرت بالمؤدمة إنه فيه أمهات مش أمهات للأسف لكن رب يساعدنا حتى نكون أمهات صالحات أمهات نعطي بدون حدود وهيدا اللي بتعمله الأم بالضحي بدون حدود وانت بتحكي يعني بعد إذنك أخت إليان العالم عم بمر في ظروف صعبة جدا انهيار اقتصادي وخطر من كل النواحي حروب يعني في الدول يعني شفناها في العراق في السوريا في السودان في ليبيا إلى آخر فيش بلد إلا الضرر وبعتقد أكثر الصعوبة اللي بتواجهها هي الأم والحرب الأخيرة بين روسيا وبين أوكرانيا وعم بتفرج إنه كيف الرجال في أوكرانيا لازم يضلوا حتى يحاربوا ويدافعوا عن الوطن وأنه تركت كل المسؤولية للأمهات وتشوفي كيف الأمهات حاملين الأطفال الأولاد وهربين للدول المجاورة في الظروف صعب جدا تلج وبرد بدون مقوى بدون مأكل وطبعا في مساعدات عم تصل ولكن مهما كان يعني صعب ظرف الأم ولسيما في فترة الحرب نعم صحيح اللي عم تقوله أصعب شي بهذه الفترة ونحن كمان باللبنان ما رأنا بفترة حرب والأمهات مطلوب منهم يعملوا كل شي هلأ بهيك وضع مطلوب منهم ياخدوا الدورين دور الأم ودور الأب وهن مش بس يكونوا عم بلي يهتموا بالعيلة لكن عم بيعيلوا العيلة لحد ما لو في مساعدات أدي المساعدات بدأتغطي لكن دور الأم دور رائد دور صعب دور في تطحية في عطاء متواصل ليل نهار الأمة ما بيوقف عطاء عطاء متواصل فحقيقة نحن منصلي هلأ لهيدول الأمهات يلي عم يتهجروا من بلدهم لبلدتاني ربنا يكون معهم يوقف حدهم يساعدهم نحن شفنا هون قديش إجا ناس وتهجروا إلنا لكندا وقديش في ناس تهجروا على غير بلدهم في الحرب السورية والعرقية والعرقية حقيقة شي ببك الحروب هي عمل الشيطان بالنهاية ذاك كان قتال للناس منذ البدء هاي شغلته وعملته أنه يعمل حروب ويدمر لكن الأم هي بتوقف بتوقف هي بيستغر بهك موقع ما في غير الأم تقدر توقف فربنا يعطي نعمة كبيرة لكل الأميات صلواتنا معكم قلوبنا معكم حقيقة اللي عم بصير شي مخزي لكن نحن منصلي لكل أم لكل أم هلأ عم بتعاني لكل أم موجودة هلأ بوضع صعب من إلا ربنا معك كلنا عم نصلي لكم ما تفتكروا أنتوا لحالكم كلنا مرأنا بهذه الظروف لكن نحن معكم بالصلاة والدعم الرب يساعدنا حتى نقدر حقيقة ندعم من كل النواحي أكيد وبحب أشجع كل المشاهدين والمشاهدات أن تصلوا تصلوا من أجل الأمهات تصلوا من أجل السلام الرب ينزع الخصام والحرب ويكسر القوس والسلاح وينشر السلام ينشر السلام مكتوب لا سلام للأشرار ولكن السلام الحقيقي هو لما الإنسان بيختبر حضور الله في حياته من خلال شخص المسيح طبعا من خلال التواصل إحنا حكينا عن دور الأم أنت قلت بتربي لكن يعني لحظت من كلامك بتربي التربية البدنية والاجتماعية والأخلاقية والكتاب يعلم لا ترفض شريعة أمك يعني فيه حتى الأم عندها الشريعة وبعدين بيعطي النتيجة بقول لأنهما كليل نعمة لرأسك وقلائد لعنقك مأخوذة من سفر الأمثال إيش المقصود من هاي الكلمات حقيقة أنه دور الأم دور كتير كبير وشامل يعني ما بيتعدى مطرح واحد والأم اللي بتربيه خلال السنوات الأولى للطفل هيدا اللي بيكون عليه بس يكبر يعني خلال ست سنين هون التربية وبعدها بصفة مشكل شخصية الطفل إن كان بنت أو صبي فعمل الأم عمل أساسي وجبار هي عليها أنه تربي أكيد أول شيء المأكل والمشرب والنوم وتعمله يكون عنده بيئة كويسة لكن في الأشياء الثانية اللي هي الأشياء الأخلاقية تعلموا الصح من الغلط الفاليوز شو القيام شو الأشياء اللي المسيح بعلمنا إياها الأشياء الروحية المسيح كيف علمنا قديش قديش عليها مسئولية مش بس تعلم لكن تعيش قدام أولادها لأنه بالحقيقة إذا الأم بس بتعلم وتقول له عمول وما تعمل وهيك صار وهيك المسيح بقول وهي يعيش حياة مختلفة قدي رح يكون إلى تأثير سلبي والولد ما رح يتعلم شيء فالأم بدها تكون شخص أول شيء هي مترابية بدها تكون هي مترابية وعندها تربية كاملة لأنه منشوف أولاد مش متربيين ما عنه تربية كويسة منتطلع منقول مين أمون منتطلع دايما على الأهل بس نشوف أي شخص في عنده عدم استقامة بحياته أو في عنده أشياء مش حلوة بشخصيته منقول مين أمه منين جاي والمسيح علمنا من ثمارهم تعرفونهم صحيح وهو مثل ما بقول بلطرفت شريعة أمك يعني في شريعة حطتها الأم يعني في رولز حطتهم الأم يعني في مبادئ حطتهم الأم هذا شيء كتير مهم لازم كل أم تعمله الوصية طبعا أكرم أباك وأمك لكي يكون لك خير لتطول أيامك على الأرض لأنه مرضي أمام الرب يعني كل هاي الامتيازات اللي الأولاد يمكن ما بيدركوها أهمية الإكرام إكرام الأب وإكرام الأم فإذا الشريعة هون بيتكلم عن شيء مهم جدا بتعلموا من كلامنا وبتعلموا من حياتنا حقيقة صحيح الشريعة كتير مهمة يعني لازم لازم الأم تكون كلمة الرب هي تكون دستور طبع حياتها وبناء على يتعلموا ولدها وتربيهم بهذه التربية الصالحة اللي هي بتحتاج أنه مش بس تكون عم تحكي لكن عم تكون مثال قدامهم هذا أمر كتير مهم يعني أنا لكم بدي أسأل عن صفات الأم بس قبل ما أسأل هذا السؤال أنت بتخدم الرب اجتماعيا وروحيا ولما نقترب العيد الأم أي الشيء اللي بدور في ذهنك أخت إليان في هاي الفترة حقيقة أنا أول شيء بتذكر أمي وبتذكر كيف ربتنا بتذكر قديش كانت أم صالحة وقديش كانت أم مشتهدة قدي غرست فينا قصص وإشي حلو كتير يلي يمكن هلأ عم نفتقدها بتربيتنا فبعيد الأم بتذكر هيدا الأمهات بتذكر كل الأشخاص اللي مرأوا بحياتي كمان أشخاص أمهات روحيات مش بالضرورة تكون بس أمي أشخاص كان لهم طابع في حياتي فهيدا أساس لأن الأساس هي التربية الأساس شو شفت قدامي مين كان الموضل قدامي فهيدا كتير مهم فبعيد الأم عيد عزيز كتير على قلبي وأنا أكيد عزيز على الكل لأن الأم شخص لا يعوض لا يتكرر الأم شخصية لا تتكرر وخصوصا إذا كانت أم صالحة أكيد أكيد وهذا بيقودنا للسؤال الثاني إيه هي المزايا إيه الخصائص إيه صفات الأم المسيحية بالحقيقة في صفات كتير للأم المسيحية يمكن شو ما قلنا لح نضلم أصرية بس خلينا نقول أنه أول شيء الأم هي المدرسة يلي بتدرب وبتعلم الولاد قبل ما يروحوا على المدرسة الأم هي المدرسة صحيح على مبادئ معينة ما فيها تكون الأمور سيبة لازم يكون فيه رولز بالبيت لازم يكون فيه مبادئ هذا كله شغل الأم هذا كله شغل الأم الأم هي اللي بتصبر عندها بدي يكون عندها صبر المسيح مش صبر أيوب لأن الأولاد بالحقيقة أنا عندي ثلاثة أولاد بعرف بدها صبر طويل طويل حتى تتحمل ومش بس تصبر فيه شغلة كتير مهمة الأم لازم تشجع أولادها تشجع يعني العيات التقنيب التقنيب الولد والصريخ على الولد والصوت العالي وكل هاي الأشياء ما بتنمي شخصيتهم فهي دورة أن تنمي شخصية لتنمي شخصية بدها يكون عندها صبر بدها تتحمل بدها تكون تعيد الشغلة مئة مرة مليانة محبة مليانة محبة محبة بلا شروط هذه أساس محبة ما بتطلب شيء تاني بالمقابل الأم معروف عنها لازم يكون عندها محبة بلا شروط إذا الأم أعطوه المشترطة بمحبتها الولد ما بيتعلب شيء والولد ما بينمى والولد ما بيصير عنده هو محبة يعطيها لغيره يعني كل شيء منحطه بولادنا من هنو بصغار تأكد تمام إنه هاي دي الإشياء هن بيحطوها بولادهم شو أنا بحط بابني وبنتي شو أولاد بيعطوا أولادهم إذا أنا قدامت محبة بلا حدود هن بيكونوا هيك إذا أنا قدامت تشجيع إذا أعطيتهم السقة إذا كنت عم بتواصل معهم هيدا أمر كتير مهم إذا عم تدربهم هيدا أمر مهم فهيدولي كلهم هني بيخدوهم للمستقبل معهم أكيد أكيد يعني خدمة يعني كبولوها 24 ساعة صحيح مش من الساعة الثمانية للساعة أربعة خدمة 24 ساعة سبعة أيام في الأسبوع 365 يوم وبقولي الأولاد كبروا بس الأولاد بيضلوا أولاد يعني زي مثلا ممكن تسألي أم عندها ثلاث أولاد بتقول لي أنا عندي أربعة لأنه مرات الزوج بيكون بيبي مثل الأولاد يعني فتخيلي الدور اللي مثل ما ذكرت لازم تكون أب وأم في نفس الوقت ولسيما غياب دور الأب الحقيقي في الأسرة صحيح هذا كتير مهم حقيقة ما بينتهي عمل الأم خلال الأوقات اللي عنا إياها بالحياة يعني بتنام الأم وقلبها واعي هل قد دورة متواصل يمكن الوقت الوحيد اللي بتاخد فيه بريك على عيد الأم بيقولوا لأ عادة ما تطبخي مثلا وهني بعيده هي بتصفي اللي بتفحص الطبيق صح صح بس دور حلو دور كتير حلو دور عم بطبع أنا سميت شخصيتي بولادي هذا كتير حلو واحدة من الصفات المهمة الحوار بدي أحكي كتير عن هالموضوع لازم يكون الأم عندها حوار مع أولادها تواصل تواجد يعني ممكن تتعبر أكتر عن الموضوع هذا أوكي قضية الحوار شغلة مهمة لأنه نحنا معودين مرات أنه بيحكوا أولادنا معنا نحنا منقلهم خلاص سمعتك بنكون نحنا معهم نسمع بنكون نحنا عم نسمعهم بدينتنا بس ما عم نفهم شو عم بقولوا ما عم ناخدوا نعطي معهم ما عم نسمح لهم يحكوا يعبروا يعني أنا لازم أخلق بولادي الثقة أنه شو ما إجوا حكيوا للماما الماما مستعدت تسمع بدون أي حكم بدون أي إيداني هذه شغلة كتير مهمة الأم هي لازم تكون المركز يلي لولادي بيجوا بكبوا كل شي عندها ما بتدينهم ما بتأنبهم ما بتعملهم يعني مش إنه ما بتعمل أصاص مش هيدا لا أكيد لازم تكون حازمة في بعض الأوقات لازم تكون قلبها منفتح وتسمع وتسمع وتصغاء مش سمع هيك بس بدينا يا ما مرات أولادنا بكونوا عم يحكوا ونحنا عم نطبخ ومشغولين وعم نعمل مئة شغلة وبعدين بيسألونا سؤال بيبينوا نحنا ما سمعنا شي من اللصة أنت بتحكي على الأم المثالية لأنه في أولاد برفعوا الضغط بصراحة بس لازم يكون عندها صبر لو بيرفعوا الضغط خليني إسمعون أنا إذا بسمع ابني إذا بحدد الوقت فيك تحكي من هالوقت لها الوقت أنا عندي وقت لإلك طبعا في شغلة مهمة من صفات الأم إنه تنظم حياتها إذا الأم ما عندها تنظيم لا بوقتها ولا بحياتها ولا بدورها بالبيت في أمهات مش بس بالبيت بيربوا بيشتغلوا عندهم مئة ألف شغلة تانية كمانة كيف تعمل؟ بدي تنظم بدي يكون عندها وقت لأولادة أكيد في بناء للشخصية يعني مثل ما ذكرت ممكن الواحد يوبخ ابنه أو بنته على شيء غلط عمله فدام اللي بيسمعه ممكن التأنيب أو التوبيغ لكن بالمقابل ما منمدح الولد على شيء أو نشجعه على شيء عمله برافو عليك شكرا أبدعت لا هاي فكرة حلوة كده يعني تطور الثقة بالنفس في الطفل الأم هي الوحيدة اللي لازم دايما تقول برافو للولد ما تعلل أكتر من اللازم يعني إحنا كأميات شرقيين عطول مثلا بدنا أولادنا يجيبوا عشرين على عشرين صح طب إذا جيبت 18 وين هالمشكلة أو 15 ذاتس فاين عملت منيح شجعي شجعي لكن إذا أنت عليت الاسبكتاشن وبهدلتي للولد ما عد عنده ثقة فيك ولا عنده ثقة بنفسه هدمت له شخصيته فهذا كتير أمر مهم كتير أمر مهم الأم هي الشخص يلي تشجع يلي بتحكي الكلام الحلو يلي بتسند الولد يلي بتوقف حده بكل الظروف مهما كامت حتى بالغلط حتى بالغلط تسنده بطقف حده بتقوله عملت غلط لازم تعمل هيك يعني أنا مش موافع على الشي اللي عملته بقول هالحكا أنا مش موافع على الشي اللي عملته لكن صار خلينا نحل المشكلة تقبل يعني اللي بقصده لو حبينا نلم الموضوع في هاي النقطة إيه الرسالتك أنت كأم خلينا نأخذ من من مثالك أو رسالتك أنت كأم اللي بتقدمها للأولاد والمجتمع حقيقة بحب أقول لكل أم أنه خليكون بالك طويل خليكون بالك طويل واسمعي أولادك قد ما فيك تقعد معهم تتواجد معهم تسمعيهم تشوفي شو مشكلهم مش تتغاضي عنها يعني هيدا كتير مهم إذا ما في تواصل بين الأم وولادها راح تحياتهم لولاد راحوا بغير منحة راحوا على طريق تاني وانت ما معك خبر ومن فكرة حالك انك انت عم تعمل شغلك انك انت عم تطبخي وانك انت عم تهتمي بالتياب وعم تهتمي بالبيت وعم تهتمي بهيدا الدور بس هيدا الدور ما بيكفي فيه دور تاني الدور تتواصلي معهم دور تشوفي احتياجاتهم النفسية احتياجاتهم يلي هن عم بيعانوا مننا مع مشاكل مع اطفال تانيين بالمدرسة بس يوصلوا للدور للعمر الاكبر فيه كتير مشاكل إذا ما الام واعي ووقف حد ولادها وعم تسمعهم وبني تستقى ولادك لحظي عم بديك تبني السقى يعني ما بدوا ابنك او بنتك يكونوا خجلينين انه يجوا يخبروك شو ما كان شو ما كان شو ما صار معهم انت لازم تكوني عندي كدين صاغية عم تسمعي وعم تفهمي ومستعد تحلينهم المشاكل وتقبلين طبعا انت كمان تتكلم عن الحكمة مش بس الحكمة اللي هو فن التواصل وانا بشوف حتى اغلب مشاكل المشاكل الأسرية هي بعدم التواصل الصحيح سواء بين الزوجين او الازواج مع الاولاد كيف تتعاملي مع هذا الموضوع هذا الفن التواصل هو اسمه فن حقيقة بنا نتعلمه هي عملية هذه العملية بدنا نتعلمها بدنا نحطها أول شي بدنا نعطي وقت لنقدر نتواصل بدنا نعطي وقت ما فينا نتواصل على الماشي بدنا نحط وقت بدنا نفهم الآخر شو بدنا الرسالة اللي نحنا بدنا نعطيها للآخر بدنا تكون واضحة بدنا تكون واضحة مش ملتبسة يعني لازم كون أنا واضحة بالاشي اللي بعلمها لأولادي وهن بس يعطوني أي رسالة لازم اسمعها بوضوح وشوف شو فيه وراها لأنه مرات بيبقى الولد عم يعطيك الرسالة يمكن بحركاته يمكن بتعصيبه وما بيكون عم يحكي طب أنت كأم هون شو دورك بدك تفهم يا عم ليه ابن معصب شو صاير معه في شي صار بالمدرسة يعني الأم بدنا تكون واعي بدنا تكون ملمة بهذه الأمور إذا ما كانت ملمة فقدت التواصل وكل واحد راح بمنحه إحنا لما بنتكلم عن الأم طبعا فيه أنواع كتير من الأمهات فيه كتير من اللي بيشاهدونا أرامل أوكي فيه أمهات اللي فشلوا يعني في الحياة في التربية في العلاقة الزوجية فيه أمهات بيصلوا من أجل أنه ربنا يعطيهم أطفال فيه أمهات يعني أو ستات عندهم روح الأمومة يعني بتشوف حتى لو ما عندها أولاد لكن واضح للكل أمام الجميع أنه عندها روح ربانية حلوة جميلة في داخلها اللي بتتعامل مع الأطفال كأم وهي ما عندهاش يعني هل بتمر في هاي الوضعيات يعني كخادمة طبيعي طبيعي هي الأم مش بس اللي بتولد الولاد مش هايدي هي الأم بس فيه أمهات مثل ما قلت حضرتك هني أمهات عندهم هايدي يقدروا يهتموا بالأولاد ويساعدوا الآخرين فطبعا الأم مش بس اللي بتولد لك الأم هي اللي بتعتني الأم ياللي بتشوف الحاجة وبتعرف تسدها الأم هي ياللي بتكون قلبها كبير وواسع ياللي عندها تضحية ياللي عندها محبة غير محدودة هاي الأم فإذا ست أرملة مثلا وعندها ضغطات كتير هون الوضع مختلف هون الوضع أصغب أرملة بيكون عندها أولاد وعندها أولاد كتير هون الوضع أصعب هي بحاجة أكتر أنا بقول كمان بحاجة أنه تقعد مع الرب أكتر حتى الرب تفضي هي لأنه هي ما عندها حدا يسمعها هي ما عندها حدا سند فهي بحاجة تقعد مع الرب تحط المشاكل قدامه وتكون مع أولادها هي الأم ياللي تقدر توقف حدهم طبعا وضعها أصعب لكن الربنا هو السند هو اللي بيقف حدنا ياللي بيقوينا بهيك مرحلة وطبعا في أمهات تفشلوا بالتربية أنا بقول لها والأمهات اطلبوا معوني اطلبوا مشهورة مش غلط في أشخاص كتير ممكن يساعدوكم بهذا الأمر حتى ما نخسر أولادنا لأنه لحقنا وخسرنا أولادنا بتصير صعب كتير وأنه الله هو إله البدايات الجديدة يعني ممكن اليوم تبتدي في علاقة مع الربك علاقة جديدة والله هو اللي بيساعدك وبيعطيك النعمة والقوة أنه تستمر طبعا هو الدعم هو الملجأ هو اللي بيهتم بيقول لك حتى لو المردعات نسيت أولادها أما أنا فلا أنساك يقول الرب فممكن الأم مرة تنسى أولادها لكن الرب ما بينسينا فخلينا نيمن نلتجي للحماية والملجأ اللي هو المسيح بحياتنا أخت إليان طبعا أنت أم أنت زوجة زوجة تراعي خادمة في الكنيسة ابتديت خدمة مميزة اسمها أنا امرأة أو ست الحبايب شو اللي قادك أنك تبتدي في هاي الرؤية الحقيقة هاي الرؤية ابتديت بس كنت في لبنان بسنة 2006 بس شفت الحاجات حاجات الأمهات حاجات العائلات الحاجات للتربية يعني كل هاي الحاجات حطت قدامي تحدي أنه ليه ما بصير شي نعمل شي لهذول الستات نقدر نعلمهم ونطورهم نقدر نساعدهم نقدر نعطيهم مجال أنه يتقدموا بحياتهم نكون حياتهم حياة ناشحة عائلاتهم ناشحة أولادهم ناشحين فابتدت من الحاجة وهيك كملنا هذه الخدمة وابتديت في لبنان وكملت أجيته لكندا نعم وكملت الخدمة لكن تحت مسمة تاني اللي هو ست الحبايب صحيح أحكي لنا شو عن ست الحبايب بست الحبايب بس جينا على كندا كانت الحاجة يسمحي له على فكرة طبعا هو ست الحبايب هو عند الأم أنا لقيت ذكرت غوار الطوشي بعرجة لكل المشاهدين عارفين عن مين بحكي كوميديان سوري كان بغني بالسجن يا مو يا مو يا ست الحبايب يا مو فلما نقول ست الحبايب هذا اللي بيجي في بال أنا يعني بتذكر غوار الطوشي صح هي ست الحبايب أغنية لعيد الأم بصراحة فمن هون أخدنا الاسم لأنه بالغربة الغربة صعبة ومعظم العائلات اللي هون موجودين أهليون بالبلاد الثاني فست الحبايب هي كلمة محببة للنفس بس تحكي مع السيد قليلة بخدمة ست الحبايب شو هاي ست الحبايب شو بتعمل يعني بتحس أنه ضغرة ابتسمتها بتصير هالأد ليه لأنه هي بتذكرها بإمها فهيدي ست الحبايب هي طعنى هي مؤسسة مسيحية طعنى بخدمة السيدات من كل عرق من كل طايفة بدون تمييز محبة غير مشروطة للجميع خدمة إنسانية اجتماعية ولكن خدمة روحية في نفس الوقت طبعا أكيد طيب إحنا رح نأخذ فاصل وبعدين رح نستكمل الحديث أحباقي يمكن الموضوع أثار شيء في داخلك أو بذكرك بالحنين ولسيما الناس اللي في الغربة يمكن بعيد عن الوالدة لكن فيك تتصل فيك تبعط الهدية فيك يعني التواصل مثل ما سمعنا اللي بهمها الأم هو التواصل فبصلي هذا العيد يكون مميز في حياتك وفي حياتك أيضا ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً 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 أحبائنا مشاهدينا مرة تانية أنتو بتشاهدونا على القناة الفضائية قناة الحياة المسيحية برنامج ليكن نور وحديثنا اليوم عن الأم الكتابية أو الأم المسيحية وضيفت حلقتنا عندها نفس الخدمة خدمة مع الستات مع الأمهات خدمة متميزة الأخت إليان عقيق مسعد أهلاً وسهلاً أخت إليان مرة تانية أنا سألتك على الميزات لكن طبعاً وإحنا نتحدث نحضر للحلقة في نقطتين ممكن حابك تشاركي اللي هو التأثير الإجابة توضح أيش التأثير الإجابة وكمان نقطة مهمة بتهيأ لي اللي يمكن توضح أكتر فيها تجيد معاملة زوجها أمام أولادها ومعاملة أولادها أمام الناس خلينا في الإيجابية بالأول يعني الأم ضروري كتير يكون عندها تأثير إيجابة مش سلبي وهذا من أهم الأمور في البيت وفي التربية لأنه إذا كانت الأم سلبية وعلى طول عندها نأ وعندها تذمر وعندها شكوى وكل شيء مش عجبة أكيد ولادة رح يأخذوا هالشي منها مية بالمية لكن إذا الأم إيجابية والأم آنعة والأم بلانة حتى لو كان الوضع صعب لازم على طول الإيجابية تكون بحياتنا بكل شيء بحياتنا كلما نكون إيجابيين منعدي الإيجابية تعدي يعني أولادنا بيأخذوها مننا لكن إذا كنا سلبيين كلما نكون إحنا سلبيين كلما أولادنا بيصيروا عدائيين أكتر بيكونوا سلبيين أكتر فالتأثير إيجابي ضروري عالطول لازم يكون بوزيتف لازم يكون عندنا شي حلو نقدمه نفرجينه الوجه الحلو نفرجينه الوجه الحلو وهذا كتير أساسي طيب كيف فينا نعالج المرأة اللي بتنق مثل ما قلت النقاقة أو النكادية اللي دائما بتشوفش إلا الأمور السلبية كيف تتعامل مع هاي الست أو مع هذه المرأة حقيقة كتير وجهت ستات هيكي أول شي بقول لهم خلينا نعمل شي أنا دائما بعمل هالنوع من التكنيك مع الستات بقول لهم شو رأيكم نقول عشر أشياء إيجابية بتشوفيها بولادك ببلش ويعدوا إشياء إيجابية وبس يبلش ويشاركوا مع بعض والبعض الإشياء الإيجابية بتصفي بتقول عطيتها للست تحكي عشرة بصير عندها أناظر عشرة تانين تحكيهم بقول لهم شفت كيف بس نعد الإشياء الإيجابية ما بنعود نشوف الإشياء السلبية نحن بالتندنسي تبعنا أنه دائما بدنا نحكي الإشياء الغلط خلينا نبلش بإشياء الصح نشوف مصر كبايا الفاضي مش المليان خلينا نشوف المليان لأنه المليان بيعطينا قوة أنا بس كون عم أطول عم بحكي بالنق والنكد وهي دي الحياة بصير عندي ديبراشن بصير عندي مشاكل صحية بنعكس على صحتي بطلع السكري معي بصير عندي دقة قلب بصير عصيب بصير أم عندي مشاكل هذه المشاكل تنقل لأولادي فإذا أنا بنتبه على هذه الناحية يعني إذا بتلاحظ الأم اللي عم تربي أولادي إذا هي بتصرخ أولادي بصرخه إذا هي بتحكي برواء بصوت هادي بطريقة بمحبة أولادي بيطلعوا بتحس أنه فيه فيه شي مختلف فبدي حكمة القصدية بدي حكمة والإيجابية على طول هي مهمة السلبية والنكد ما بتجيب نتيجة وطبعا هذا بقودني للشطر الآخر للعملة ذات الوجهين إيجابة بس هذه الإيجابية لابد أن تنعكس مثل ما كنا نحكي معاملة زوجها أمام أولادها أو معاملة أولادها أمام الناس طبعا فيه أزواج يعني صعبين جدا وهون المرأة بتحاول تكون حكيمة وتلعب الدورين صحيح هذا دور كتير صعب على المرأة خصوصا إذا كان زوجة نكد هذا من كتير صعب لكن بدي يكون هي حكيمة الله يساعدها إذا زوجها صعب يعني فعلا صحيح وفيه كتير هيك لكن فيه أشخاص بيكون زوجة منه نكد بس هي نكدة هي نكدة كتار كمان فبالنهاية بدي تعمل هذا النوع من التوازن دام أولادها شو ما كان الوضع شو ما كان الوضع أنت وزوجك وحاول حل مشكلتك أنت وزوجك لحالك قمبر الأولاد دائماً خل الصورة حلوة دايماً دايماً الصورة حلوة عن زوجك والتي بتشكي يعني زوجها أمام الأولاد أو بتشكي للأولاد على زوجها عملت دمار عملت دمار بالتنين بصير الأولاد يعترم من الرجل يعترمه عى فحمل دمار شامل والعكس الصحيح دمار شامل الأم اللي بتعمل دور أم حقيقة ما عندها حكمة بالخالص وعندنا مثال على هذا الوضع رفقه رفقه بالكتابة المؤدس دمرت الدنيا كلها لأنه كانت منها حكيمة خربت الأرض عملت تفريق بين ولادها قصمت الولاد عن بعضهم ولادها قصمتهم عن بعضهم بطلوا يحترموا بيهم وضحة أكتر القصة قصة رفقه يلي هي راح تقلت له لأبنه أنه روح البوس أنت عبوا المحل حيك الجلد المعزي حطه وتاع عن بي يخذ البركة لأسحاء وعيسو قالت له ما كانت تحبه كان عندها مشكلة كان عندها مشكلة وهيدي هيدي علة العلال أنه الأم يلي بتميز الولد عن الثاني التفضيل تفضيل أنه عندها ولد عن ولد ولد عن بنت تعرف ليش كان عندها هالتفضيل رفقه لأنه كانت شوف أنه ابنه الثاني بمثل شخصيطها وعيسو بمثل بيه فبالدماغة تبعها بتشوف هيدا الإبن المحبب لأيلا قريب ليا بيفهم عليها وهيداك بيفهم عبيه بس هي ما كانت حكيمة ولدت عداء بيناتهم والصبي راح بعثته عند خاله عاخر الدنيا ولبان ولبان عند خاله لبان يعني خربت الدنيا وبعدين شو هالصورة كانت قدام زوجة زوجة شخص محترم شخص رجل الله خربت الأرض لأنه أم مش حكيمة لا ومش بس يعني أي فعل يعني إلها ردة فعل وأنه ضل فيه عداء تاريخي بين ناس يعقوب والناس العيسو وبتبتد بنقول كيف تدقت تبدأت في البيت بين الأم مع الأولاد صحيح التفضيل فضلت ولد عن ولد أو صبي عن بنت هولي كمان بتلعب كتير دور بتحب الصبي أكثر من البنت ما في تمييز الولد ولد مثل بعضهم معاملة سوية للجميع هذا كتير أمر أساسي ليت مش طالع مثل أخوك طالع كده وكده يعني عارف المسميات صحيح صحيح أهم شيء كمان بالتربية عدم استعمال الكلام يلي بيجرح الكلام النابي أنت ما بتفهم أنت حمار هؤل الكلمات الولد بأسره فيهن هيدول أبيوز هيدول تعنيف للولد هيدول بيتركوا بيتركوا أثار بحياة الولد الأم أنا فهماني يمكن على عصبيتها عم تحكي كلام نابي لكن هيدا العصبية الولد ما بينسيها بحياته فانتبهي يا أم شو بتحكي انتبهي كيف تتصرفي والدعوات أعرف لما ياريتني ما خلفتك ياريت وياريت أو أنت جيت غلطة ونحن ما كان بدنا ياك هيدول هؤل الكلمات بالتربية كلمات موسيقى جدا للولد يعني الولد هو مثل السفنجة كل شي بيسمعه بيصدقه بيصدق أنه ما كان بدنا ياك وهذا بيعمله مشكلة نفسية بس يكبر للولد يا ريتك جيت صبي مش منت هون نمصيب الكبيرة كان نحن بدنا صبي وجيت أنت بالغلط جيت أنت بالغلط هيدول كلمات كلها إلى تأثير سلبي كلمات مدمرة مدمرة يعني فعلا سفر الأمثال مليء بالعبارات اللي بتحذرنا من هذا المضوع خليني أخذ قصة المضوع بطريقة شوية بتخلف إحنا تعودنا أن الأم يعني لازم الذوب وكنا نسمعها من أمهاتنا يعني بترملوا هن صغار قولك أنا كل حياتي أنتوا كده بتلغي بعرضها بتلغي شخصيتها مستعد الدوب بالكامل من أجل الأولاد كيف بتتعامل مع يعني الأم الناشحة المثالية هل تمحي هويتها هل تمحي شخصيتها في سبيل تربيت العيلة أو الأولاد يعني سؤالها كتير مهم وهيدا حقيقة موجودة كتير بعالمنا العربي يعني نحنا دايما الأم لازم هي تكون هي الشمعة يلي متل ما قلت بتدوب وخلص انتهت بس هيدا مش صحيح الأم المثالية مش هاي مش الأم يلي هي معاية موجودة أبدا وهون بتغلط الأم بس تعمل هيدا الشيء حياتها لازم تضل موجودة لازم تخلق توازن لازم يكون في توازن بشخصيتها ما لازم تدوب ما لازم تنتهي بشخصيت ولادها مش بس بتدوب يعني بتتمحى الهوية صح والشخصية بالكامل بتصير بينسوا اسم الناس بيصيروا يسموها أم أندرو مثلا أنا ابني اسمه أندرو بصير أنا اسمه أم أندرو لا أنا اسمه اليان ما اسمه أم أندرو هاي لازم هاي دي نهايتها بالمرة يعني في ناس أنا بعرفه ما نحكي مع الفلسطينيين بهم من هاي أم فلان لا أم فلان وابو فلان عندي اسم أوكي الله يخليلي عندرو نفتخر أكيد بولادنا بس أنا عندي شخصيتي عندي اسمي عندي مطرحي عندي هويتي ليه بده ضيع هويتي فهذا قبر مهم مصر بنادو بالاسم الشخصي حلو بسعنينا بفلسطين بنادو دائما أبو فلان أو أم فلان حتى بالبناء بكبرياء طبعا بنادو عليها صح فإذا هاي العداد غلط أنا بفتكر إذا هايدي الكلمة أم فلان بتنهيلها شخصيتها غلط لكن إذا بتضل عندها شخصيتها بتضل أم فلان وبنفس الوقت عندها شخصيتها بالذات إذا ابنها دكتور ولا مهندز أم فلان بس هيدا حلو كتير بس كماني أنا شخصيتي ما بتمبنى بس أو عندي شخصيتي لأنه ابن دكتور لا ابن دكتور الله يباركه بس أنا لازم يكون إلي وجود أنا كأمرأة وكأم إلي وجود أنا عملته لهيدا الدكتور مش هو طلع دكتور هيك طلع دكتور بفضلي بفضل الأم يلي ربيت وضحيت وعميت بس مش معناتها أنه تنهي حالة لأنه كماني في شغلة مهمة أنه الستات يلي بيعاملوا هيدا الشي بصيروا بوقت عم يعملوا كانت بنبريكداون خلص بينتهوا بصير عندهم مشاكل نفسية مشاكل صحية كل هيدا الإشياء كل هيدا الإشياء بتروح وبالدوب بعدين مين بدي يوقفهم بدنا نعمل توازن ما بصير نجي إلى وقت تصير بيرد آت خلصنا ما إيش فينا نعطي خليكن عندنا توازن ما فينا يعني ما لنا الأم المسلية هي الأم اللي عم تعطي كل شي كل شي لأولادة وهي ما عندها شي طب خدش وقت وقت لحالك عملي شي لحالك والأخطر والأخطر أنه تكون الأم ضحط في كل حياتها وبعدين والابن كبر وتعلم وصار وصار ناجح والأم متروكة كم من الحالات اللي منعاني منها الأم ما بدها فلوس ولا بدها تكون مع الأولاد يعني تتمتع أو بتصفي في ملجأ أو بتصفي بعيدة أو بتصفي متروكة أو بتصفي يعني وحيدة وكم من الكآبة أمهات بالذات في عيد الأم يصابوا في الكآبة الزايدة يعني بسبب هذا الإهمال من الأولاد فالدور بيرجع هل كان لازم يأخذ الدور الصحيح بنات شخصيتها أنا بفتكر الأم اللي بتوصل لهذا الدور ما عرفت ما عرفت تربيه مزبوط لأن الولد بتربيه مزبوط فمتى شاخ لا يحيد عنه أوكي هيك بقولك تيه فمتى شاخ لا يحيد أنا أم ربطني بهذا بعت إكرام لأمي إكرام لبي أنا بدي يشوفني ابني عن بعت إكرام لأم زوجي هذا كتير مهم أنا إذا بيحترم حمايته هو بس يكبر بدي يحترمني وبيد يحترم أم مرته فأنا شو أنا شو المثال أنا المثال الأم مثال الأم هي المرأية إذا شايفنا عم بعمل هشي لابد يعمل هيك ما ممكن يتركني لكن إذا أنا بس طبخ واهتمام وعجقة وكله وناس التربية التانية اللي حكينا عننا الأشياء الفاليوز اللي لازم تربيع بالولد ممكن كتير يحطها بملجأ ممكن ممكن يتخلى عنها يعني أنا مش فكرة ضد الملجأ لأنه مرات من ناحية صحية طبية يعني بيقوموا في العناية أكتر بس الفكرة الاهتمام لدرجة أنه في العهد القديم يعني مثلا عدم الإكرام أو واحد بسبب أو واحد متمرد على الأهل كان يجبوا قدام الشيوخ وكان يرجم طيب اليوم إحنا تابعين شريعة المسيح الرب هو اللي شايف بس أنا بقول لازم يعني الولد اللي بيهمل أمه لازم يتحط في السجن خمسة عشر سنة شو رأيك ولا عشرين سنة هي جريمة هي جريمة هي جريمة بس حقيقة هي بدأ توعي يعني هذه بدأ توعي برجع للآية اللي ذكرتها في البداية يعني ولا ترفض شريعة أمك لأنهما إكليل نعمة لرأسك وقلائد لعنقك صحيح واو الكتاب المقدس عجيب يعني في تعليمه يعني إذا عم نحكي عن ولد مؤمن وإمه مؤمنة وربته وضحة وعمل هيدا الشي يعني بفتكر فيه مشكلة في مشكلة كبيرة حتى بإيمانه حتى بإيمانه لأنه مش هيدا تعليم المسيح يعني المسيح كان يهتم بالشخص يلي متروك ومنبوذ وما كان يهمله كان بالحرية أهلينا بيقول بالكتاب يلي ما بيهتم بأهل بيته فهيدا ما لازم يهتم بكنيسة الله مش هيك هيدا عم يحكي طبعا عن الخادم بس أنه بالنهاية كلها مربوطة ببعضها إذا أنا ما بيهتم بالناس اللي بيخصوني وبعتني فيهم كيف أنا بدي أهتم بغير ناس ما بتزبط الغريب في الموضوع أنه عمله إحصائية بعرشوين في أي ولاية بأميركا في فترة عيد الأم المسجين المسجونين في السجن أكتر من 80% بيبعث رسالة لأمه وبعيد عليها في عيد الأب أقل من 5% اللي بيبعث رسالة للأب مع أنه طبعا لاحق في العمر أنه بصير الأولاد يكتشفوا كم الأب كمان كان يضح وكذا بس يعني بس فعلا يعني حتى الأشرار والمسجين والقتلة والإرهابيين بتلاقيين بحبوا الأم لأنه بالنهاية بس يكونوا بهيك وضع برجعوا لذيتهم برجعوا لتفكيرهم بشوفوا قدي أمهم عملة معهم وقدي هن أشحفوا بحقه فمن هيدا الباب أنا أكيد أنه برجعوا لضميرهم ضمير يبيوع وبيرجعوا بكتبوا لها رسالة وبعبروا عن محبتهم وعن شكرهم وعن إمتنانهم أخت اليان رح نتكلم عن بعض الشخصيات الكتابية بس يعني أنا عاوز يعني عاوز هيك ركز وإنلم الموضوع على الدور الأساسي مرة تانية للأم يعني إذا ممكن تعبر إيه الدور الأساسي للأم إحنا قلنا الحكمة والصبر نعم صبر المحبة أيوة والمثال والتربية الصحيحة بعدين علاقة الأم مع ولادها بتربيتهم الروحية هذا كتير مهم كمان التوازن توازن وتربيهم على كلمة الرب وتصلي معهم يعني هذا مهم أن الأم تصلي مع ولادها تفرجين أن الرب هو بحياتنا هو بيقدر يتدخل بأي أمر تكون هي المثال قدامهم يعني تفرجي إيمانا تفرجي إيمانا على ولادها هذا كتير مهم تخبرهم شو صار معها هي بحياتها شغلة كتير مهمة ما بنشارك مرات ولادنا شو صار معنا بحياتنا وهذا حلو لأنه بالعهد القديم بس أطعوا البحر قال لهم نخدوا حجار من هناك وحطوهم لتتذكروا هذا بعلمنا أنه نحنا كأمهات وأباء يكون عندنا إشياء نرجع لها ونخبر ولادنا عنها ذكرا نقول لهم المسيح عمل هيك بحياتنا المسيح غيرنا لو مش من المسيح بحياتنا ما كان صار هالتغيير هذا كتير مهمة والتعليم الكتابي على قصة الحجار لما كانوا في الجلجال وخرجوا من الأردن وبنوا الحجار 12 حجر عشان إذا سألوكم أولادكم فدائما القصة بتتكرر قديش يعني في كل المناسبات نذكر أولادنا وبناتنا حتى في القصص الكتابية مية بالمية مية بالمية هذا بعلم أولادنا من اختباراتنا لأنه بالنهاية ما في شيء بأثر بأولادنا إلا إذا أنا جيت عند أولاد وخبرتهم قصة صارت معي بينسوا كل شيء إلا هاي القصة اللي خبرتنيها فهذا مهم إنه إنقلهم كل شيء صار معي أقعد معهم أعطيهم وقت وخبرهم شو عمل المسيح بحياتي وكيف مشي معنا خطوة خطوة بالبيت طبعا في عيد الأم يعني شيء متعارف عليه في كل مكان بيقرأوا من سفر الأمثال 31 إصلاق إصحاح 31 وهذا الإصحاح يعني بيتكلم شيء عجيب عن عن الأم خليني بس يعني أقرأ بعض الآيات مكتوب امرأة امرأة فاضلة من يجدها لأن ثمانها يفوق الآل بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياته حكينا عن النكد وعن النكد الكتير بالعكس يعني فهون بالعكس زوجها مكتوب زوجها معروف في الأبواب حين يجلس بين مشايخ الأرض وبتكلم عن الشغل والبزنس والاختراع وكل يعني والعطاء يعني شيء جميل جدا يريد تقرأه سفر الأمثال إصحاح 31 من آية 10 لآية 31 بعدين شو بقول تراقب طرق أهل بيتها ولا تأكل خبز الكسل خبز الكسل يقوم أولادها ويطوبونها سأعوز أركز على خبز الكسل مثل ما ذكرت أنه ما ذبتش عندها هوية عندها شخصية لدرجة أنه واضحة الشخصية يقوم أولادها ويطوبونها زوجها أيضا فيمدحها بنات كثيرات عملنا فضلا أما أنت ففقتي عليهن جميعا الحسن غش والجمال باطل أما المرأة المتقية المتقية الرب فهي تمدح أعطوها من ثمر يديها والتمدح أعمالها في الأبواب شو رايك أحلى ما أقطع بيحكي عن المرأة أحلى ما أقطع بيحكي عن الأم لأنه بالحقيقة ثمنها يفوق اللقالق يعني أغلى من اللولو شو هالتعبير الحلو بس هل هيدا هل هيدا كل أم فينا نقول عنها هيك أنا بدي أقول لكل الأم أسمها الأم المثالية أو المرأة المثالية مرات بتسبب كقابة لبعض النساء أقول لك أنا بقدرش أصل لهذا الوضع لا نحن ما عم نقول تحط أكتر من اللازم بس عم نقول أنه المرأة الفاضلة المؤمنة يلي المسيح بحياتها قادر يساعدها أنه تعمل هيدا الأشي اللي قريتها هلأ حضرتك بنفس الوقت ما تدوب بشخصية لا زوجة ولا أولادها يظل عندها شخصيتها تعمل هيدا النوع من التوازن عندها كيان عندها كيان عندها وجود لازم هي تاخد إليه وقت لحالها تهتم بحال لأنه بالنهاية الطاقة اللي عندها لح بتروح إذا ما شرجتها إذا ما ارتاحت إذا ما عارفت تهتم بحالها تاخد وقت لإليه كيف إذا تعطي نحن منعطي لأنه مناخد لازم ناخد لنقدر نعطي فهي الأم هيك لازم يكون دورة تعبي وتعطي لأنه إذا بس عم تعطي عم تعطي وما عم بتعبي بدا توقع بدا تتشر أنت قلت في حلقة ماضية أنه المرأة نصف المجتمع نعم صحيح المرأة نصف المجتمع والأم هي صانعة الأجيال صو بالنهاية المرأة إلى دور عظيم كبير مهم فعال إلى تأثير إلى دور استثنائي هيدا دور الأم مش معناتها أنه مثالي يعني معناتها أنه خلص دابت وراحت لا موجودة وفي إلا تأثير وبعدين النتيجة بتفرج يقوم أولادها ويطوبونها يعني ولادة شايفوا كل شي عملتهم تعلموا منها كانت هي المثال قدامهم مش مثل ولادة ولادة وأحفادها بسيطوله وزوجها طبعا يمدحها أكيد كل رأسه مرفوع مية بالمية الأم الفاضلة الحقيقة الرجل بيرفع راسه فيها أكيد أكيد وهيدا شي حلو وهيدا شي حلو تكون الأم مثالية محبة حقيقة المحبة شغلة مهمة تفرج محبة مش حاكة الحاكة ما بينفع صدقوني لازم الأم تكون محبتها عملية تعمل وتقول لأولادها أنه بتحب تعبر عن محبتها كمان بالقول لأنه كمان إذا الأم ما بتعبر لأولادها الولد ما بيعرف يعبر لا لمرته ولا لأولاده فتعبير عن المحب شغلة مهمة أكيد وخلينا في هذه الجزئية الأخيرة نأخذ بعض الأمثلة الكتابية من الكتاب المقدس عن بعض الأمهات خلينا نبتدي بحنة أم صموئيل حنة أم صموئيل حقيقة كانت أم أول شيء كانت أمرأة ما عندها أولاد كان عندها عقل كانت عاقر وهذه كانت مشكلة كبيرة لكن كان عندها تحدي لهذا الموضوع قالت هذا الموضوع ما رح يخليني تنغس حياتي ضرطة لح أخذ موقف فيه وطلعت على الهيكل وبلشت تصلي تصلي حتى أنه عالي الكاهن قال هيدا المرة بدرشوا بها سكراني سكراني عم بهينة ولا كانت وديعة عندها وديعة ولا ردت عليه ولا قالت له ليش عم تقول لي هيك ضلت تصلي وقالت له أنا مش سكراني أنا عم صلي والرب بدي استجيب طلبتي والرب عطيها طلبتها الشيء الحلو بيحني أنه نذرة نذر للرب قالت له بدي أعطيه ساموئيل بس عطيها يا الرب بدي أعطيه عارية للرب بدي أدمه لألك بتفتكر أنه حنانة وحنانة الأمومة من بعد ما أخذت هالنذر قالت له كانت حازمة كانت حازمة طلعت بعد ما فطمته بعد ثلاث سنين تقريبا كانت الفطام أو خمس سنين طلعت وقدمته بالهيكل وكانت كل سنة تطلع على الهيكل وتخذ له تياب وتهتم فيه وترعاه وتعلمه المبادئ حتى طلع ساموئيل النبي قال كلمة من كلمات ساموئيل لم تسقط على الأرض هذا بسبب مين بسبب حني بسبب الأم فالأم إلى دور كتير كان ساموئيل يعتبر واحد من أعظم الشخصيات العهد القديم صحيح يكفى أن نقول أنه كان نبي وكاهن في نفس الوقت وقاضي صح وهو الرسم أو مسح أول ملكين على إسرائيل يعتبر آخر يعني القضاء يعني هو وعالي الكاهن شخصية عظيمة جدا بسبب أم رائعة للأسف نحن الوقت عم بمر بس أنا عاوز أتكلم عن مريم العذراء ولو دقيقة دقيقتين يعني مريم فعلا مثال يكفى أنه قول عن يسوع كان ينمو بالحكمة والنعمة والقامة عند الله والناس عند الله والناس عند الناس يعني أمه اللي هي عربته وهي اللي علمته وهي اللي هذبته وهي اللي وقفت حده وهي اللي عملت كل هيدا الأمور مش سهل أبدا الشي اللي عملته مريم العذراء مش سهل بكفى أنه إبلت إبلت بشارة الملك وتقبل صبية بهذاك الزمان صبية بهذاك العمر تقبل هالشي اللي مش سهل هي منها متزوجة قالت له الملك كيف يكون لي هذا وأنا لست عارف رجلا عارفة فهماني كانت عقلانية كانت عقلانية كان عندها رؤية كانت تعرف النبوات وقبلت هيدا الشي فكانت أم رائعة وطبعا واحدة من النساء المحببات على قلبي يعني تعتبر الأعظم بعد مريم اللي هي هاجر يعني شخصية عظيمة إن شاء الله هيك في يوم من الأيام نحكي بس عن هاجر لكن في مناسبة عيد الأم إيش الرسالة الأخيرة اللي بدك تقدميها ولو في دقيقة الرسالة الأخيرة بده أقول لك الام كوني ام حقيقية كوني محبة حقيقية حبي ولادك فرجيهم هيدا المحبة عطيهم حنينك عطيهم محبتك إخلاصك علميهم المبادئ علميهم الفاليوس يلي أنت ربيت علي علميهم كلمة الراب صلي أنت وياهون هيدا كتير أمر مهم ما تنسي أنك أنت قلب الله على الأرض أنت الأم هي قلب الله على الأرض فخلي هيدا القلب يكون قلب حنون قلب معطاء قلب ما يعرف لا الكلل ولا الملل حتى تنجح بحياتك حتى يقوموا أولادك ويطوبونك أخت إليان يعني الوقتك رح بسرعة ربنا يباركك ويبارك خدمتك ويستثمر أكتر في حياتك وتكوني بركة لكل من حولك شكرا جزيلا وكمان لإلك كل سنة وانت سالمة كل عام وانت بخير وربنا يباركك أيضا ولكل الأمهات كل عام وأنتنا بألف خير مكتوب بالحكمة يبنى البيت وبالفهم يثبت حكمة المرأة تبني بيتها والحماقة تهدمه بيدها امرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها يفوق كل اللقال كل الجوائر كل اللقال كل اللقال العالم ما بتسوى فقط يعني الواحد يذكر كلمة ماما عارفين يعني الحنية والمحبة والعطف والحنان والسخاء والعطاء أنا بصلي لكل أم في هذا الوقت اللي محتاجة لأطفال بصلي في اسم الرب يسوع كما أعطى سارة وكما أعطى حني أم سمئيل وكما أعطى ألي صباط أم يحنى المعمدان خلال هاي السنة الرب يعطيكو سؤل القلب ولكل أم بتحس بالفشل أو عملت خطأ كبير يمكن إجهاد أو يمكن يعني خطيه مش قادرة تغفر الرب غفر لك الرب بحبك واليوم ابتدي بداية جديدة وعلاقة جديدة مع الرب من خلال يسوع المسيح ربنا بحبكو وأنتو يعني عنصر مهم جدا في المجتمع ربنا يبارككو وأنتو في محبتنا وصلواتنا كل عام وأنتو بخير وبصلي أن الرب يكون معكو ويبارككو أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر